أبو إبراهيم يقول متى يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم الصلاة أبو إبراهيم النص الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع فالأمر يبدأ من سن السابعة وهذا لا يعني أن قبل ذلك ما يؤمر لا لكن يؤمر على الإرشاد يعني كذا يؤخذ للمسجد مثلا لكن الأمر الذي فعلا يعني يأتي التكليف على الوالدين بحيث يسألان يوم القيامة هو في سن السابعة في سن السابعة يبدأ الأمر أمر الأولاد من البنين والبنات بالصلاة